مرة أخرى أستاذ إيفان يعني جوتريش في مؤتمره الصحفي في توكيو هو حذر من أن أي هجوم على محطات الطاقة النووية أعده أمراً انتحارياً كأنه لم يحمل الروس المسؤولية يتكلم بشكل عام لماذا بتقديرك؟ الأم المتحدة تحاول يعني خاصة المأمين العام للأم المتحدة هو إنسان الذي يجب أن يبقى دائماً محايد في كل مكان حتى لا يتم توجيه الاتهام أنه عمل مسؤولية على طرف فهذه التصريحات أكثر سياسية ولكن هي مهمة جداً ونحن لدينا حق كامل ومعلومات كاملة بخصوص استهداف هذه المحطة من طرف القوات الروسية وتفجيرات متواجدة في المناطق حساسة جداً قد تؤدي إلى هذه الفاجعة الكبيرة وبهذا سبب كلامنا أكثر وضوحاً أنه إرهاب نووي وبخصوص وصول روس آتم إلى هذه المنطقة فهناك يطرح كذلك الأسلة كبيرة أن روسيا تستعمل الطاقة كأسلحة ليس فقط الطاقة الغاز والنفط ولكن كذلك الطاقة النووية لأن الآن ما يحدث في أوكرانيا هذا يعطي نموذج سيء جداً للدول الأخرى التي تبني محطات نووية بمساعدة روسيا ومنها هناك كذلك يجب تفكير مرتين قبل أن يقدم ثقة إلى روسيا خاصة في بناء كذلك في بناء المحطة النووية في تركيا في منطقة أكويو طيب سأعود إليك أستاذ إيفان بنفس الفكرة تقريباً لكن أريد أن أستمع لتعاقيب السلسف وكانك أردت أن تعاقب على مقال أستاذ إيفان نعم أردت أن أقول أنه اتهام الأوكرانيين غير ممكن لسبب كتير بسيط أنه الأوكرانيين هن الأكثر تضرراً ولكن الأمين العام للأمم المتحدة حب يقول أنه هذا الخطر لن يبقى مقتصراً على الأوكرانيين سوف يصيب الروس فهل القيادة الروسية وصلت لدرجة الجنون أن تنتحر هي أيضاً؟ هكذا أراد أن يقول الأمين العام للأمم المتحدة لأنه نحن ندور على الدافع الدافع كتير قوي روسيا عبتقول الالتحاد الروسي عب يقول على لسان بوتين وعلى لسان لافروف أني أريد أن أحطم أوكرانيا شو مصلحة روسيا من استهداف زبروجيا لأنه تصبح بدون طاقة وتصبح هذه المنطقة بحاجة للغاز الروسي ممكن يطرح بعد كم من هالروس أنه مشان لا إلي ولا إلكون خلينا نسكرها بيش بدون يدفوا العالم بيش بدون يعملوا كهرباء اشتروا غاز الروسي وادفعوا حقه بالروبيل إذن الدافع عنده الروس بس الأمور مقصورة عند هذا الحاد أو أبعد من ذلك بكثير إلا ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة موضوع يعني تحذير للبشرية آه ولكن على حافة الهاوية وقت اللي أنت عما وصلت لحافة الهاوية أمت بتنزلك إلى انفجار نووي يصيبك ويصيب الطرف الآخر وبالتالي يعتبر انتحارت وهذا هو مضمون أستاذ إفان اشتركوا في القناة